السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بقى الفخير واحسن حال وانتوا بتسمعوني اهلا بيكم في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة هقدم لكم الكوكيز كوكيز المخابز طريقته سهلة جدا جدا وموفرة جدا جدا مقديره موجودة عندنا في البيت ده غير ان احنا هنعمله من غير لمضرب ولا خلاط ولا عجان هنعمله على قدينة كده هش وطري من جوه بسيط كده في سنة الطراوة بسيطة جدا من جوه ومقرمش من برا هقولكم وراحل التسويب بتاعته لو حبينه طري او حبينه ناشف يعني يكون زي البسكويت كده وازاي تسووه صح عشان يطلع باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده لو بتشوفوا قناتي الاول مرة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا كمان لايك للفيديو والله بينا نبدأ في المقدير والطريقة على طول بسم الله اول حاجة في المقدير النهاردة معايا كوبايتين ونص دقيق كون جميع الاغراض معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودا كوباية لربع من السكر الباودر جاهز او مطحون في البيت مش هتفرق الاتنين واحد وكمان معايا بالطين ويكون مطلعاهم من التلاجة من فترة يعني بدرجة حرارة المطبخ وهيكون معايا كمان فانيليا باودر او سيلة الموجود وكمان معايا نص كوباية من الشوكليت شيبس بتجاب من عنده مسلزمات الحلواني وكمان الغطارين بقيت متوفرة عندهم كمان هيكون معايا كوباية من الزبدة اللينة وطلعوا من التلاجة بقالها بالضبط ساعتين لحد ما تبقى لينة كده وبدرجة حرارة المطبخ ومعايا كمان معلقة من الكاكاو الخام اللي من غير سكر علشان هنقسم الخليط نصين نص بالكاكاو ونص بالفانيلي اول حاجة في الطريقة الطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا جدا اول حاجة نعجيب الطبق اللي انا هعجيب فيه الكوكس بتاعي وهنزل فيه الزبدة كوباية الزبدة وعليها كوباية لربع من السكر البودر ممكن تستعمله سكر عادي بس يكون ناعم ما يكونش خشي بس النتيجة الاحسن هو السكر البودر بالمعلقة كده او بالسباتولة او بويسك اي حاجة هقلب السكر مع الزبدة واعود اضرب فيه شوية كده يعني مدة ايه دقتين تلاتة وممكن تستعمله المضرب الكهربائي مش اي مشكلة بس انا الكوكس اصلا مش بيحتاج هوا يخش له ولا الكلام ده مجرد بس المكونات انتمتزق كويس هتلاحظوا ان الزبدة هتبدأ تفتح شوية معاكم اول ما تلاقوها اول درجة في اللون بتاعها انه يفتح خلاص اينا وقفوا ضرب كده او وقفوا تقليب ولما تحسوا كمان ان السكر امتزق كويس قوي في الزبدة انزلوا بالبيض اول حاجة انا بنزل ببضاية بضاية يعني ما بنزلش بالبيض كل مرة واحدة اول بيضة بنزل بيها وبعد كده بحط له شوية بخفق البيضة كده شوية كده في الاول وبعد كده هبتدي ان انا قلبها مع الزبدة عشان كده قلتلكو استخدموا سكر بودر لسهولة العجن او سهولة العمل بسوا هتلاحظوا ان زبدة بتاعتكو كده قوامها اختلف شوية مع اضافة البيض اول ما البيضة بتختفي من نضيف البيضة التانية والتكنيك بتاع عمل الكوكيس ده مهمة قوي عشان تطلعوا نفس الكوكيس بتاع المخيبز بضرب البيضة التانية برضو لحد ما تختفي وبضرب دقيقتين كمان لحد ما هتشوفوا الزبدة بالشكل ده هتحسوا قوامها كده اختلف وبقت فلافي شوية ولون هفتح وبقت شدة شوية بصوا كده شكل لها ده شكلها افتحت معي هي هنخدها بقى على جنب ونشتغل شوية في المواد الجافة المواد الجافة انا نخلت دقيقت ده مرة واحدة هاضيف عليه نص معلقة البيكنج سودا ومعلقة البيكنج باودر وهنخله تاني يعني انا نخلته مرتين ده عشان اضمن ان كل البيكنج باودر والبيكنج سودا يتوزح له جدا في الدقيق وكمان الدقيق يخش له هوا بعد ما نخلت الدقيق بقى بالشكل ده هاخده على جنب وهارجع لخليط البيض والسكر والزبدة والفانيليا هاضيف الدقيق بالتدريج هاخد مسلا نص الكمية نص كمية الدقيق وبرضه بنفس المعلقة هقلب الدقيق مع الزبدة والسكر والبيض مهمة قوي بقى في عمال الكوكيز او اي باسكوتات ان انا ما بنزلش بالدقيق مرة واحدة لان نواعات الديق بتختلف ممكن معايا ياخد المقدار ده ياخد كبتين ونص معاكي هياخد مسلا كبتين وربع ممكن اقل ممكن اكتر كمان من الكبتين ونص فنضيف واحدة واحدة وبالراحة وبنيتي فرصة كده انه يعني يشرب الزبدة كويس فانا بوضيف معاكو هو بالتدريج انا ماشي معاكو بالتدريج وخطوة بخطوة عشان ان شاء الله اللي يجرب الكوكيز ده او يعمله ان شاء الله يتبسط جدا جدا من النتيجة لو شغل اردرات صدقي الوصفة دي حتى يجب عملائك جدا جدا لان انا اخديها من مخبز يعني بتتعامل في المخبز بعملها بنفس الطريقة بس عشان طبعا كميات فبتتعامل في المكسر او في العجان بتاعه بس طبعا هي الكوكيز اصلا اصلا ما بتتعملش غير على اليد بالشكل ده طبعا هو كوكيز انواع يعني دي كوكيز المخبز العادية خالص بس ده كوكيز اسهل كوكيز نقدر نعمله تقدر تعمله ستة البيت ما فيهوش اي افتكاسات كده المهم ايه خلينا بقى ايه في كمية دي اللي احنا حطناها حاطت كل الكمية حاطت كوبيتين ونص علشان حاسيت ان الخليط لسه بيلزق شوية في اليد ففي المرحلة دي محتاجين ان احنا ادخل في العجينة بادينا فانا استغنيت عن الاتباطلة واستخدمت ايدي او استعملت ايدي بصوا قوامها كده عاملة زي عجينة البسكوت بس شدة شوية عن بسكوت الكيس واطرة من بسكوت المكنة في الاخر خالص بنديف بعد ما ازبط قوام العجينة كويس بضيف حوالي ربع كوبية من وتقدر تتحكي ميف في الكمية زي ما انت عايزة وفي المرحلة دي يا ريت ما تخلطيش كتير لان سخنية ايدك مع سخنية الجو اللي احنا فيه ممكن تسايح شوية من الشوكولت الموجود او الشوكولت دي دي وتلون العجينة انا عايزين اتفضل فتحة يعني خلاص انا قلبت تقليبة بسيطة وباختبر العجينة بتاعتي وبشوفها كده بتشقق ولا لأ ولقتها زي الفل هنقسم بقى العجينة قسمين علشان اعمل نص بالكاكاو نص بالشوكولاتة ونص ابيض عادي دي معلقة كاكاو كبيرة فانا ما اخدتاش كلها اخدت حولي تلات اربعة هدخل الكاكاو في العجينة كويس ولو حسيتهم ان العجينة افتحتكم بدأت تجف شوية نص معلقة زبدة صغيرة عشان نرجعها لينة تاني بسوا ده لون هكده اللون ده حلو جدا جدا لسه عا تغمق تاني كاكاو بيغمق كل ما بيقعد برضو باختبارها بلاقيها مظبوطة معايا هنا خليط الكوكيز الابيض وخليط الكوكيز الشوكولاتة هحطوه في التلاجة لمدة ربع ساعة واشتغل فيه معايا صانية تكون حوفة قصيرة وما دينهاش اي حاجة في كمية زبدة كويسة قوي في الكوكيز باخد قطعة كده يعني زي ما تشافينها كده يعني لكبيرة قوي ولا صغيرة قوي وبرضو الاحجام دي بتاعتكم في الناس بتحب كوكيز ضخمة حجمها كبير وفي الناس بتحبها كده والمخابس بيعملوه بصراحة اقل من كده في الحجم بس انا حبيت الحجم ده حجم كويس جدا لانه لسه كمان حينفش في الفرن في بيض وفي بيكين باودر وفي بيكين باودر بيكين باودر بياخد قطعة كده بين ايدي وهي سهل جدا في التشكيل وببطتها شوية بسيط كده باخد قطعة الشوكولاتة او الشوكولاتة وابتدي ان انا احطها على وش الكوكيز طب لو مش بتوفر عندنا الشوكولاتة وعندنا الشوكولاتة عادي بار عادي كده اللي هو اللي بنجيبه السايب او البارات زي سماء وانواع كتير بناخدها وانكسرها نحيان نقطعها وانكسرها كده بسكينة وبنضيف آآ للعجينة وبنحط برضو شوية على الوش ومش اي مشكلة بس الشوكولاتة ببقى شكلها يعني آآ منمغة كده وآآ آآ بتاعت برة بالزبط بناخد قطع برضو من الشوكولاتة والامانة جماعة انا حبيت طعم الشوكولاتة اكتر بكتير طعمه احلى واغنى بكتير جدا جدا تقدروا بقى عشان تخلوه شوكولاتة قوي تغمسوها في الشوكولات شيبس بس بتاخد طبعا كمية شوكولات شيبس مبيرة بس طعمها رائع جدا 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 كل دي خيارات تقدروا تحطوا واحدات بسيطة تقدروا تحطوا كلها كده تغمسوها في الشوكولاتة زي ما انتوا عايزين الفرن دلوقتي بقى متسخن على درجة حرارة مية وتمانية شغال بقى لعشر دقايق عايزين يسخن كويس قوي وما يكونش حامي زياد عن اللازم يسخن بس المدة عشر دقايق بخلص الكمية كلها وبخبز الكوكيز بتاعنا لمدة من اتناشر لخمستاشر دقيقة حسب الفرن وحرارته الحرارة فرنه عالية قوي زي عندي هياخد اتناشر دقيقة بالضبط هتلاقوا القاعدة بتاعة البلاباسكوتا او الكوكيز بقى لونها قشقر حلوة بصوا بقى لون ده قعدت اتناشر دقيقة بالضبط عايزينها طرية شوية بتدخلوها الفريزر لمدة نص ساعة ساعة تجمد ودخلوها الفرن على طول بتبقى من جوه طرية اللي بيحب الكوكيز طرية لكن لو عايزينها من جوه طرية بسيط ومن برا نشفة شوية هي مش بقاش طرية هي بتبقى يعني راتبة دخلوها على طول الفرن هتطلع معاكم بالقوام ده عايزينها اكتر هدوا النار يعني نشفة اكتر هدوا النار خلوا النار مثلا على مية وسبعين او مية وستين وطولوا مدة الخبزة هتنشف من جوه كويس جدا وتبقى زي باسكوت وبكده يكون فيديو النهار ده خلص على خير اتمنى من كل قلب يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم بتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة او تدوسوا على كلمة اشتراك اسفل الفيديو وكمان تدوسوا لايك للفيديو بحبكم جدا جدا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته